نظام التاهيل لكاس العالم 2026 في قرات السياسية يكون مختلفة عن النظام الحالي، نظراً لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في نائيات من 32 إلى 48 فريق. وبناءً على التوزيع الجغرافي للفرق المشاركة، يتوقع أن تتنافس العديد من الدول الآسيوية للتاهيل لكاس العالم 2026. عدد الدول المشاركة بناءً على زيادة عدد للفرق المشاركة إلى 48، من المتوقع أن تتأهل عدد أكبر من الدول الآسيوية للمشاركة في نائيات. ويحتمل أن تكون هناك حوالي 4 إلى 5 فريق من قرات السياسة هالمباشرة لكاس العالم 2026. نظام التاهيل من المرجح أن تبدأ التصفيات الأولى بمشاركة العديد من الفرق الصغيرة في نظام مجموعات مباشرة؟ أدي تأهل الفريق الفائز من كل مجموعات للجولة التالية. وفي التصفيات الناعية، يتوقع أن تتأهل الفرق الفائز من التصفيات الأولى لمرفلة التصفيات الناعية. تكون هذا المرفلة تعبارك عن مجموعات أو نظام خروج المغلوب. توقعات الدول اللي تستاهل من قرات السياسة صعب جدا التنبؤ بالدول اللي تستاهل إلى كاس العالم 2026 من قرات السياسة بدقة نظرا لعدم تحديد النظام بشكل كامل حتى الآن، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة بين الفرق. مع ذلك، هناك بعض الدول الآسيوية اللي تمنى الممكن أن تكون مرشحة للتأهل بناء على تاريخها الناجح في البطولات السابقة وجود العبية، أم بن هذا الدول، اليابان وكوريا الجنوبية وإيران وأستراليا والساودي